موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور خليفة محمود عبد الله أستاذ أمرض البطنة وحدة السكر ودهنيات الدم كلية الطب بجامعة سكندرية نجي بقى للعلاجات هنقسمهم عشان كل واحد يعرف نفسه في آني مجموعة الناس اللي بتاخد نظام غذائي فقط ورياضة ما بياخدش دوة للسكر وسكره منضبط ما عندوش أي مشكلة حيكمل بنظام الغذائي اللي بياخد أقراص سكر لا تسبب نقص سكر وهقوله لكم بقى المجموعات دي جلوكوفاج بجميع أسامي التجارية اسمه متفور منوسم جلوكوفاج واسمه سيدوفاج وداخل في أدوية مركبة كلمة مت في الآخر جانومت جالفاس مت مش أي حاجة من الحاجات دي فيها جلوكوفاج لا يسبب نقص سكر فبالتالي لو انت ماشي عليه لوحده هتكمله زي ما هو هتاخد الأرسين في اليوم فطار وصحور بدل فطار وعشا هتاخد طويل المفعول الـ XR اللي هو جلوكوفاج ممتد المفعول سواء أرس أو أرسين هتاخدهم مرة واحدة في اليوم في الأيام العادية هتاخدهم مرة واحدة في رمضان بعض الناس اللي هتاخدهم في المغرب بصراحة لو جلوكوفاج لوحده هتاخدوا في الصحور ما فيش اي مشكلة خالص. اذا هتاخد جرعتك هي هي. يبقى الجلوكوفاج مفيش تعديل فيه. الأدوية اللي بيسموها مجموعة ال DPP4. انا بلاش اقول الفاظ قد تكون الناس مش عارفها. المشكلة بقى ان الأدوية دي موجودة بتلاتين اسم تجاري في مصر. الأصل بتاعها الشركات الأصلية بيسموها جانوفيا او مع جلوكوفاج يسموها جانوميت. جالفاس او مع جلوكوفاج و جالفاس ميت. دول الاثنين الرئيسين اللي موجودين. لكن فيه تراجينتا وفيه أدوية اخرى موجودة باسم أجلبتاس بلاس ومش عارف فيلدا فورمين وفيلدا جلوز ودي كبه علي حاجات كتيرة يعني الأسامي قدرشة رصادل تلاتين اسم تجاري. كلهم نفس المجموعة. المجموعة دي بيسموها ايبقى ادوية تنشط البانكراسي. طالع انسولين ولكنها ادوية حنسمي لفظ كده بين قصين حنسميها ذكية. لو افترض ان اقول على كلمة الدواء زكي يعني. ما معنى كده بتشتغل تنشط البانكراس لما السكر يعلى. عشان يفرز انسولين. اوما السكر ينزل الدواء ما بيشتغلش. والمنطق هنا يقول ايبقى مش هجيلي نقص سكر وانا باخته. اذا لو انت بتتعالج مدى لوحده او معجلكوفاج فانت مش بحتاج تعدل جرعتك. معظم الادوية بتتخذ مرتين في اليوم. فطار وعشة. بس صحة في الايام العادية مش قرص واحد. الغالبية العظمى. فرمضان هتاخدوا فطار وصحور. خلاص. في ادوية يسموها بايو جليتازون. اسمها في مصر موجودة اكتوس. جلوستين. ديابيتونورم. بايو جليتا. اسامي كده كتير. هذه الادوية بتحسن عمل الانسولين في الجسم. وبالتالي بتخلي جسمك ما يحتاجش انسولين كتير. وبالتالي تنكرياسك هيطلع على قد احتياجك. مش هيطلع اكتر. فلو بتاخدها لوحدها. او معجلكوفاج. او المجموعة اللي اتفقنا عليها. الدي بي بي فور دول. برضو هتاخدها بنفس الجرعة. بغير شوال حاجة. طالما سكرك منضبط. خش في رمضان بنفس علاجك. الصبح يبقى يتاخد في المغرب. الصحور يبقى يتاخد بالليل. لو انا باخد جلوكوفاج خمسمية ثلاث مرات في اليوم. هاخد ارسين في الفطار. وارسف الصحور من الخمسمية. يعني ده جلوكوفاج. في بقى الادوية الجديدة اللي بتنزل السكر عن طريق البول. يفضل ما تبتدهاش قبل رمضان. يعني لو انت ما بتاخدهاش ما تجيش قبل رمضان بيومين ثلاثة واخدها لانها بتعمل اضرار بول في الفترة الاولى. يعني فيفضل انسان لو بياخدها قبلها فترة عشان جسمه يتعود عليها. فاللي بياخدها ودي اسمها فورسيجا واسمها جارديانس وهي ادوية جديدة بتحسن عضلة القلب اللي عندهم مشاكل في القلب مع السكر. ودي برضو ما بتعملش نقص سكر. انها بتنزل السكر الزيادة عن طريق البول. كل ده ادوية امنة. وفيه حقا بقى الجديدة اللي بتساعد على نزول الوزن. وبتزبط السكر وتنشط الفانكرياس برضو بطريقة ذكية اللي هي لو السكر عليه هتشتغل لو سكر وطي ما بتشتغلش. وموجود حكتين في مصر اللي بتتاخد كل يوم اسمها فيكتوزة اللي بياخدها. والتروليسيتي اللي بيتاخد مرة كل اسبوع. الادوية لها مميزات كتيرة غالية صحيح شوية لكن امنة لو انا بصوم بخدها. فيش اي مشكلة خالص. بنفس الجرعة بنفس العلاج. شوفوا عندنا كام دواء. ملوش اي علاقة انه يعمل لك نقص السكر وانت صايم. كتيرة جدا. اللي بياخد الادوية دي خدش رمضان لو سكرك مزبوط بنفس جرعتك ما تغيرش ولا حاجة. يعني دكتورك مش هغير لك ولا حاجة. فاضل بقى نوع من انواع الاقراس منشط للبانكرياس. الادوية القديمة بتاعتنا المعتادة والادوية كويسة جدا على فكرة وقوية في ظبط السكر. لكن هي بتخلي الفانكرياسي طلع انسولين حسب الجرعة انت اديتها. ملاش علاقة سكرك كام. هو بيطلع انسولين وخلاص. فلو طلع اكتر من حتياجك قد يسبل نقص السكر. هذه النقطة. الادوية دي برضو اساميها كتيرة. المعتاد والغالبية العظمة. الغالبية العظمة في مصر بيستعملوا ثلاث حاجات. الاماريل باساميه التجارية الاخرى. الاصلي اسمه اماريل. لكن اسمه جليماديل واسمه دولسيل واسمه جليمي برايد واسمه يعني ليه كذا اسم شركات مصري بتطلعه كويس جدا باسامي تجارية. وفي الديامايكرون وفي الديوانيل اللي بيطلع مع الجليكوفاش باساميه برضو تجارية كتير.